اشتركوا في القناة اه نعم ممكن اقولك ازعلان منك تفضل افن احنا البرنامج بتاعنا مسابق بخطوات صحيح فعش تتكلم عن شاب والقاتل اه في حتة تانية قابلينا سبع الفول اه سبع النور سبع النور ايه مع قصة الشاب والقاتل ده الموضة اللي طالع على الايام دي لا هو خلينا نقول احنا زي ما احنا بقالنا فترة محتمين بهذه الجزئية اللي هي جزئية المودة المخدرة بشكل عام طبعا دي تمثل المجتمع بشكل مباشر جدا وده هدف البرنامج بتاع حضرتك تمام واحنا النهوضة من الكهل بقى نختص بقى فئة الشباب بشكل واضح جدا بنقول ان طبعا ان الشاب والقاتل ده ممكن جرعة الشابو ده عبارة عن مادة مصنعة من مادة اسمها الميس افيتامينز وده جروب ميس افيتامينز اه اه الانفيتامينز دي عبارة عن مجموعة من العقاقير اللي هي بتعتبر عقاقير منبهة منبهة وهي اصلا كانت موجودة من سنة 1919 كانت بتستخدم في اليابان كعلاج كعلاج واضح تمام لعلاج بعض الامراض النفسية بتخسيس كانت بيستخدمها في التخسيس بعدها كانت بيستخدمها في المرشطات حتى بعضها كانت بيستخدمها في الرغبة انجلسية تمام طبعا لغاية سنة 1950 الى 1945 او حاجة جدا الحرب العالمية الحرب العالمية التانية بدأوا يستخدموها بشكل كبير جدا الجنود ولكنها كانت بتاعت تستخدم under control يعني الشاب وقاتل ده من سنة 19 اه من سنة 19 تم اكتشافه في اليابان وفي الحرب العالمية استخدم واستخدم بشكل يعني منظم وتحت اشراف طبي كامل بالنسبة للجنود طبعا للهدف طبعا بتخلي بديدونهم نوع النشوة والقوة وبتخلي العسكري او الجندي بيحارب بكل قوة مش يعني مش مدرك او يعني مش بتماغه وظروف الحرب وصعبة وده كان المطلوب من الطلوب في هذه الفترة لغاية بقى في 1960 بدأ الموضوع يخرج للمجتمع وبدأ يستخدم بشكل كبير جدا بين افراد المجتمع والناس حتى في اليابان وبعض الدول الامريكية وبعض الولايات لغاية 1970 لما نزل بقى ان هو يتم ادراجه ضمن المخدرات والمحزور دعنا مستوى العالم بالنسبة للمصر احنا بنقول ان هو في الاولاة الاخيرة هو مش جديد يعني هو مش جديد لكن الجديد ان هو منتشر ما بين الشباب انتشر انتشر ما بين الشباب في بعض الاماكن في بعض الاماكن حتى في بعض المحافظات في مصر محافظة اسمها البرديس تقريبا في اسيو المحافظة دي يعني فيها الموضوع ده منتشر جدا وبسبب طبعا ان هو بيجي كان بيجي من بعض الدول العربية أثناء حركة التجارة والكلام ده كله عليه السؤال فضلا هو دي عبارة عن مادة كيمياية مصنعة أم عبارة عن عشب لا هو مادة كيمياية مصنعة حتى في وقت ما ما موجودين في السيدليات لا مش موجود في السيدليات لا للأسف مش موجود هو بيينجي أثناء حركة التجارة أثناء مثلا دخول مع بعض يعني يخش بقى مثلا في لعب يخش في شوحلة أدوية يخش شكله كريستل يعني كريستل طبعا هو شكله هو طبعا بيتاخد طريق أخدانو على حسب بقى yeah يعني구 بييخدو يكون يخذو عن طريق الشام يخذه عن طريق البلاية يخذو عن طريق الاستنشاك يخذه على التدخين يخذو عن طريق الحق طبعا دي كلها أشكال ليه وطبعا هو لو كذا اسم الشابو الشابو هم اس فيتامينز السامون مس كريستل او وكريستل سامون ايس دي بك رحبا وحدم الم الزف Park طبعا لا هو طبعا يعتبر غالي جدا وديلوقديل وديه حاجة غريبة جدا إن هو ممكن بيصل اللي ده ثمنه فول 1500 جنيه يعني أغلى من الجراب الده ومن ضمن الأسباب بتاعته يعني من ضمن مشاكل انتشاره أن بعض الشباب بقدرش تشتريه فبيجيبوه بشكل جماعي يعني ده من ضمن سبب من الأسباب يجيبوه بشكل جماعي وياخدوه في حلقة جماعية فاكر الحلقة اللي فات لبنا نكلم على الصحبة الصحبة طبعا الصحبة طبعا ده من ضمن ما هي ده من ضمن الكوارس لأنه طبعا هو بيبدأ يعني حتى بنقول مش عشان الشخص أو الابن يعني ابني أو ابن حضرقة أو ابن أي حد يقول لا ده هو معفي من هذا الأمر ومش معرض لا ممكن يكون معرض من سبب الصحبة يجي واحد يجي وحطه له في الأكل أو في الشرب دون أن يدري يتسبب مخدف يجي واحد مثلا يقولك لا ده بيساعد في عملية اللي هو الدحيح بقى اللي هو بيساعد الدحيح خليه ذاكر ممكن يوصل تأثيره من 6 إلى 24 ساعة وبالتبعية هيبقى السوائين أو السوائين طبعا بيستخدم السوائين طبعا بيستخدم بشكل كبير جدا في هذه الفئة عشان كده احنا بنشكر القادة السياسية بطبع السيد الرئيس أنه هو فيه قرارات كبيرة جدا مركزة في هذا الاتجاه الكشف على المواد المخدرة سواء على الطرق السريعة أو المواصلات أو المدارس أو أماكن الأشغال طبعا ده شيء أصبح بهم جدا جدا لأن قد يكون قد يكون بسبب طبعا هو سهولة انتقاله لأنه مش بالسهل الكشف يعني سهولة التعامل بها مادة بدرة مش بدرة يعني حاجة زي كريستل بتاع مجروش الإزاز أو زواج العربيات أو اللي بيقى في التلج في المناطق التلج فبالسهل انه هو ينتقل ده ممكن نقول انه هو يكون سبب معظم الجرائم الغريبة اللي احنا بنسمع عنها لأن طبعا ده بيعمل نوع من أنواع الاستثارة بشكل جميل جدا وبيدي نوع من أنواع النشوة الكبيرة جدا وبيسبب نوع من أنواع البرانوية الكبيرة جدا لا ده كمان ممكن يخش إخناقه ويطلع يقتل أو يتقتل ومش يقبله على أدفه الأسباب زي بيقولوا يعني فطبعا لا هو حاجة خطيرة جدا وطبعا زي ما بنقول هو يعني بعد مكان زي ما قلنا يعني في الحرب العالمية كان بيستخدم تحت إشراف طب كامل النهاردة الشباب بيستخدموش تحت إشراف طب ما بيتدوروش على حاجة زي الكلام ده كل وبالتالي بتبقى الجرعات منه تبقى ان كنترول ده غير محكمة لأن طبعا جرعة واحدة منه تخيل أن ده جرعة واحدة منه تؤدي للإدمان لا وممكن جرعة واحدة منه لو واحد بياخده الأول مرة وغير معتاد هذا الكلام وغدا يعني بشكل مفاجئ قد تؤدي إلى القتل والوفاة الوفاة ما تقربش ناحية هذه المخدرات لقابتنين تخلي بالك من الصحبة الصحبة مهمة جدا لابد أن أنت تبقى مراكز جدا والأب والأم ما يقولوش بقى يعني بالشغلات الأب بس إن هو يجيه فلوس ولا الأم الطبخ والكلام ده كله لا تخلي بالها من ولادها تخلي تحوار معهم فيه كلام معهم لو حس إن هو فيه استرس معه بشكل أو ضغط عليه بشكله أو بآخر يعني يكون قادر على التعامل بشكل يخليه ما يقربش ناحية هذه الأشكال والألوان من المواد البخدرات تمام أنا بس عشان الناس ما تتفزاش شوية بس أنا عايزة أطمونكم حاجة إن الداخلية عندنا لأ هم حطين المطوضة في دماغهم قوي وبقى معروف من النزولهم قوي ويعني عاملين كنترولين جامل عليه وبتنزل حاملات مخصوصة مخصوص الشاب القاتل ده يعني بس عشان الناس تبقى مطمئنية برضو وإحنا كأفراد أسرة لازم عيننا على الشباب عندنا ولازم نبقى إحنا عارفين التغيرات اللي بتحصل للشباب عندنا يعني عايزة أقول برضو إحنا إحنا كبيت إحنا القاتل هنا عندنا إحنا صحي كده؟ صحي كده في حاجات أس دفع الشاب القاتل كده إحنا بس عايزين نقول لو حصل إن هو فيه حس حد من الأسرة ابنك أو حاجة والابن بقى فيه مشكلة الأول لازم تواجهه والمواجهة بتكون خلينا أقول لك الحاجة لأن الموادود ده لسه ليه توابع كتير قوي وحنعمل فيه كذا حلقة خلينا نتكلم بقى إزاي العلاج وإزاي نكتشف اكتشاف مبكر وإزاي أنا كأسرة أبقى برائب بطريقة غير مباشرة للناس اللي حوالي تكون محمد عز أشكرك على المعلومات اللي اضافتنا النهاردة بخصوص الشاب والقاتل وإن شاء الله معدنا الأسبوع اللي جاي بس قبل عشر ديال من دلوقتي بقى ونكمل قصتنا مع الشاب القاتل شكرا لك محمد خلينا نشوف بقى الفقرة التانية بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن إيه قصة الحارية وإيه السعرات الحارية خلينا نطلع فاصل ونواصل بتعاني من الألام المفاصل بتعاني من خشنة الرجبة عندك مشاكل في العطم بكساج جل أول منتج متخصص لجميع ألام العزام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضا الليلية بكساج جل مش جل واحد لا ده اثنين واحد نهاري باللون الأزرع علشان لو بتعاني من الألام ووجع وانت رايح شغلك الصبح أو مش عارفة عملي شغل البيت والتاني لي أحمر ده عشان تعرف تنم بشكل طبيعي وبهدوء بكساج جل حصل على تصريح وزارة الصحة بكساج جل النهاردة مستخدر مكاول من عشاب طبيعية مستخدر في صورة جديدة صورة البام مستخدر بانستخدمه صباحا لمستخدمه مسائب نصيحة مني البكساج جل هو رقم واحد في كل الألام المتسمية بكساج جل والأول مرة جل مزود ببام علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة بكساج جل متوفر بعبوتين كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل للحصول على بكساج جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية احصل على خصم 20% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر